الطريق الوطني رقم 22 شريان اقتصادي وتجاري وهمزة وصل بين ولاية عامة لمسان وسدي بالعباس بات يشهد منذ مدة طويلة العديد من حوادث المرور آخرها وفاة شخص وإصابة آخر وضع جعل المجتمع المدني يتحرك ويطالب بالإفراج عن مشروع الزواجية الطريقة هذا الطريق ربما الذي أودى بحياة هذا الشاب وأودى من قبل بحياة عدة أبرياء طلبنا بتسريع وطيرة الأشغال ربما كما يسمى باللغة الفرنسية أو بحواف الطريق هي المتسبب الأول للحادث المميت أو حادث الأليم الذي كان البارحة بنا بالسلطات الولائية على رسال سيد ولي الولاية الإسراع في المقاولة لإنجازك استكمال المشروع ونطالب بإزواجية الطريق الوطني لقفتين وعشرين نحن نشدنا ونشدنا ونشدنا وطالبنا أنهم يكملوا هذا الطريق وطالبنا بإزواجية الطريق أجل قطع هذه الحوادث المرورة هذه اللي هاتصرها دائما هذه اللي كنت قلت في مارها غادي ديك وارث كبيرة إن شاء الله نطلبهم السلطات جي تشوف الوضعية لراهي وتسقدنا الطريق هذه لمعرفة أسباب عدم استكمال أشغال مشروع الطريق الوطني رقم اثنان وعشرين توجهنا لرئيس بلدية مكمن بن عمار الذي أكد أن مصالحه طلبت من مديرية الأشغال العمومية بضرورة الإسراع في وطيرة المشروع طالبنا من السيد مدير الأشغال العمومية الإسراع في وطيرة الأشغال قصد تفادي حوادث المرور المميتة مثل ما حدث ليلة البارح ونعزي أهل الفقيد التعجيل في أشغال إنجاز مشروع الزواجية الطريق الوطني رقم اثنان وعشرين ضرورة حتمية للتقليل من حوادث المرور